بدايةً كده ما تقدرش تنكر إنه حصل متغيرات كتيرة جداً في عالم كرة القدم لما أصبحت مجال خاص بجداً للاستثمار يعني على سبيل المثال مش الحصر طبعاً نادي زي منشستر سيتي، نادي زي تشيلسي، نادي زي باريس سان جرمان مؤخراً نادي زي الإنتر وقريباً جداً أتوقع أنه كنت شوفه نادي زي نيو كاسل نجحوا في إحداثنا لنوعية كبيرة جداً وبقوا من أكبر وأقوى الفرق لما ارتبطت أسماء الأندية دي بظاهرها الجماهيري وحطت تحت كلمة الظاهير الجماهيري دي مليون خط أحمر نجحت فيه أنها تعمل تحول كبير جداً وتبقى من أقوى وأشرص الأندية واللي دايماً مرشح الألقاب حصل مع تشيلسي في الدورة الإنجليزية، حصل مع المانسيتي في الدورة الإنجليزية، حصل مع البي أجي وكلنا متابعين طبعاً واللي بقى بي نفس وبقى واحد مصنف يعني واحد من أقوى الأندية الأوروبية حصل مع الإنتر السنة اللي فاتت طيب، ده يفدنا بإيه هنا؟ يفدنا بواحد من أهم المحاور اللي بتمنى أنها تتحقق في مصر عندنا هنا أولاً هيكون لها مكسب كبير جداً على منظومة الكرة، على الكرة المصرية، على مستوى المنتخبات وهيكون لها كمان وزن تقيل جداً فيما يتعلق بمسابقاتنا المحلية فكرة أنه الاستثمار في مصر، الاستثمار في الكرة في مصر يرتبط دايماً بالأندية الجماهيرية وليست أندية الشركات ليه؟ لأنه فيه عنصر مهم وفعال جداً في نجاح المنظومة وهو الظاهير الجماهيري تفيد في أندية زي الترسانة، المنصورة، الأولمبي، القناة وغيرهم من النوادي كتير جداً اللي بتعدت تماماً عن المشهد وأصبحت بتعاني في حين أنها عندها مقاومات النجاح كنادي رياضي أو كنادي عنده فريق كورة يحتاج بس لفكرة المستثمر أنا بعرض لحضراتكم النهاردة تجربة من إيطاليا هي ممكن تكون التجربة الأحدث مع واحد من الأندية الكبيرة جداً والأندية التاريخية جداً وهو نادي جنوى من خلال الاستضافة لكلاوديو أنا عفلي المدير الرياضي لنادي جنوى الرياضي والمرشح بالمناسبة كمان لمنصب الرئيس بدايةً طبعاً شكراً لك على التواجد معنا وعلى مشاركتك معنا في السادسة في حقيقة الأمر يجب أن أشكر كل المسؤولين في قناة النادي الأهلي الذي سنحوا لي الفرصة بالزور على شاشة أحد الأندية الكبرى في أفريقيا اللي لم يكن الأعظم حسب الأرقام والبطولات النادي الأهلي شكراً لكم البداية في حديثي معك هيكون مرتبط برؤيتك لمستقبل جنوى الإيطالي طبعاً بعد ما اشترى النادي أحد المستثمرين الأمريكيين إزاي بتشوف مستقبل جنوى وخصوصاً طبعاً على المستوى الرياضي أمر هام جداً يجب الجميع أن يعلم أن جنوى مرت بأزمات عديدة أزمات صعبة لنادي يعتبر من أعظم الأندية في إيطاليا وأقدمهم نادي جنوى الذي لديه قاعدة كبيرة جداً حول العالم وليست في إيطاليا لكن نشكر الرب الذي أتى بالمستثمرين الأمريكان لكي ينقذوا الفريق لأن جنوى مع الرئيس السابق إنريكو بريتسيوزي مر بأزمات عديدة والآن جنوى ما زال يعاني من هذه الأزمة تعلم أن جنوى الآن في المركز الثامن عشر للدورة الإيطالي بعد مرور سمان جولات إذا ما سألتني عن مستقبل جنوى بعد انتقال ملكياته للمستثمرين الأمريكان أنا متفائل جداً خاصة أن المستثمرين الأمريكان اجتمعوا ببعض الأساطير لنادي جنوى كنت واحداً منهم مع ماركو روسي ودييغو ميليتو وسيدخون الأموال من أجل السمار في نادي جنوى وسيعودون النادي إلى قمة جنوى المعهودة أنت لا تعلم مدى أهمية جنوى في إقليم ليغوريا جنوى نادي عظيم لدي العديد من البطولات تسعة دوري إيطالي في زمن كثير من الأندية الأكثر شهرة من جنوى لا يملكون أكثر من إثنين خلينا كلمك الأول عن أسباب هذه الأزمات وخصوصاً أنه فيما يتعلق بالشق المادي كان جنوى الحقيقة مصدر لعدد كبير جداً من أسماء اللعبين الكبار وبالتأكيد كان في صفقات كانت ممكن تساهم في حل أزمات جنوى المالية يعني نتكلم على نجوم بحجم ميليتو وعلى بحجم بلجريني بحجم شعراوي ليه عانى جنوى لفترات طويلة جداً من أزمات مالية شكراً لك على هذا السؤال الهم جداً ماذا حدث في السنوات الماضية الذي حدث في السنوات الماضية أشياء كثيرة أغضبت جماهير جنوى الرئيس السابق وحكمة إنريكو بريتسوزي مع جنوى كما ببايع العديد من اللاعبين المهمين مثل إلدورت شومودورف سبستيان فري ميجيل فولوزو بورتانوفا كريشيتو دياغو ميليتو أكوا فريسكا ستورارو بنامونتي كان لديها العديد من الأموال أين زهبت هذه الأموال الطبيعي في عالم كرة القدم وعالم الإدارة عندما تبيع العديد من اللاعبين يجب أن تدخ هذه الأموال من أجل شراء آخرين هذا لم يفعله السنوات إنريكو بريتسوزي الرئيس السابق للنادي أين زهبت الأموال الجميع في جنوى يتساءلون كما أيضاً بطرد العديد من مجموعات الأولترا وكور فانوردي للجنوى التي عادت اليوم في مباراة ساسولو كأول مباراة أشياء كثيرة حدثت السنوات الماضية أدت إلى انهيار جنوى النادي العريكو والنادي التاريخي أولهم والمسؤول حجبة رئيس إنريكو بريتسوزي ولهذا النادي قارب على الإفلاس وتم عرض النادي للبيع من كبر رئيس النادي بعد سؤاله أين زهبت أموال جنوى ثم جاء الأمريكان وقدموا عرض أراء ليس مغنياً بكيمة نادي جنوى لكن نحن مديونين بـ 80 مليون يورو اسمح لي أقف معك مع العرض في معلوماتي أو حسب معلوماتي قيمته 150 مليون يورو مع نادي تاريخي واحد من أكبر الأندال الإيطالية ومع اللي أخذ في الاعتبار الأسعار الفلكية اللي وصلت ليها نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي نحن نتكلم على رقم ضئيل جداً يعني كان فيه عرض الكيليا نمبابي من فترة مقدم من ريال وصل تقريباً لحوالي 200 مليون يورو إزاي نادي بحجم جنوى يكون صفقة المستثمرين الأمريكيين في مبلغها 150 مليون يورو في حقيقة الأمر من ناحية المال والناحية الاقتصادية لا أستطيع التصريح من خلال وسائل الإعلام ولكن الجميع يعلم أيضاً أنت تقول 150 مليون يورو إذن الأمور خرجت للصحافة وخرجت للإعلام لكن الجميع يجب أن يعلم أن عندما تمر بأزمة اقتصادية كبيرة قد تبيع أغلى ما لديك بأقل الأموال حقبة إنريكو بريتسيوزي كانت من أسوأ الحقب في النادي رغم أنه قام بباع العديد من اللاعبين لكن النادي مديون مديون بأكثر من 80 مليون يورو 80 مليون يورو لنادى عظيم مثل الجينوو في هذه الأيام يعتبرون مبلغ هام وكبير أعلم أنه عندك رغبة في الترشح على منصب رئيس النادي من وجهة نظرك إزاي ممكن يكون تصحيح المصار هل تنتظر من المستثمين الأمريكيين أن هما يتعقدوا مع صفقات قوية مدير فنية على مستوى عالي هل تتوقع أن جينوو في الطريق الصحيح للرجوع نحو المنافسة وتحقيق الألقاب مرة تانية رؤيتك إيه فيما يتعلق بمستقبل جينوو؟ يجب أن أكون صريح معك أنا مرشح من خلال الإعلام ومن خلال وسائل الإعلام التي قامت بطرح العديد من الأسماء لكن أشياء رسمية لم يصل إلي العرض الرسمي من الأمريكان لكي أقدم أوراك ترشحي هو فقر لي وشرف لي مدينتي وفريقي وحلمي من أحلامي أن أكون رئيس نادي جينو خاصة أن جينوو النادي وحب الوحيد لكن لم أتلقى شيء رسمي من المستثمرين الأمريكان لكن وسائل الإعلام اليوم تداول إسم بين المرشحين وهذا فقر لكلاوديو أونوفري أن يصبح رئيس لنادي جينو وأقول لك إذا أصبحت الرئيس سأتغير أشياء كثيرة لأن أنا أعشك جينو بعكس مدير نادي أو رئيس جاء من أجل الاستثمار وجاء من أجل الأموال وهذا الفرق بين لاعب سابق ومدير رياضي أن يصبح رئيس للنادي وأنت تعلم ماذا أهمت الشيء خليني أخذ وجهة نظرك في العلاقة ما بين نادي تاريخي لزهير جماهيري وعنده رصيد من البطولات مع مستثمرين عندهم القدرة على ضخ الأموال إزاي تنجح المعادلة من وجهة نظر كلاوديو أونوفري هي معادلة أهمة جدا ومعادلة كتتكون صعبة في البداية بالنسبة للمستثمرين أمريكان الأمريكان ليسوا كالعرب الأمريكان يدخون القليل من الأموال لكي يجلبون استثمرات لبلدهم من أجل أن يتم دخل عديد من الأموال داخل البنوكة الأمريكية وداخل جيوبهم بعكس العرب العرب يدخل عديد من الأموال ولا ينتظر النجاحات الأمريكان لهم تجربة كبيرة مع روما وقد رأينا روما ماذا واصل مع الأمريكان مع جيمي سبالوتا الرئيس السابق لنادي روما فشلت التجربة الأمريكية بعد الشيء في نادي روما وتم بايع النادي إذن الأمريكان لديهم سياسة مختلفة عن العرب لكن المعادلة كيف تنجح المعادلة المعادلة أنت أتيت إلى نادي عظيم مثل الجين ويجب أن تستمع للإدارة ويجب أن تستمع للجماهير ويجب أن تستمع لرموز النادي هل أنت أتيت من أجل استثمار؟ لأنهم ليس لديهم ما يخسرونه ومدخهم 150 مليون يورو هو سعر لاعب الآن في البورسا لكن المعادلة كيف تنجح يجب أن المستثمين الأمريكيين أن يدخل عديد من الأموال من أجل شراء لاعبين ومن أجل عودة جينوى للمراكز المؤهلة لدور الأبطال ما ينطبخ على جينوى ينطبخ على كل الفرقة الإيطالية وعلى الكرة الإيطالية بشكل عام بعدما كانت كل الأندية الإيطالية منافس قوي على كل الألقاب الأوروبية تراجعت بشكل ملخوظ في السنوات الأخيرة لصالح أندية أسبانية إنجليزية أو حتى ألمانية من وجهة نظرك إزاي شايف أنه الدوري الإيطالي على مستوى المسابقة والأندية الإيطالية تقدر تسترجع أو تستعيد القدرة مرة تانية على أنها تتصدر المشهد في أوروبا هذا موضوع من أكثر الموضوع أهمية موضوع دائما يتم توجيه السؤال لي متى ستعود الفرق الإيطالية للهيمنة على البطولات الأوروبية وهذا السؤال إذا أردت أن تسأله يجب أن تسأله إلى المسؤولين الإيطاليين أنا إيطالي لكن أقول لك شيئاً هام أن إيطاليا تعاني من أزمات وفساد داخل أرواق الاتحاد الإيطالي بلد لها الكثير من الصوابق التاريخية مشاكل الكالشو بولي ولكن الآن إيطاليا تحاول أن تعود عبر بوابط روبرتو منسينا الذي قام بصنع وقام بعمل كبير مع المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا وفاز بها إيطاليا عادت الآن إلى الواجهة الأوروبية من أجل اسم إيطاليا البلد الذي فادت بربعة كأس عالم واثنين لليورو وأخيراً المركز الثالث لناشونز ليج الدور دور الأمم الأوروبية لكن عودة الفرق الإيطالية للمنافسة على بطولات أوروبا مثل الشامبيوز ليج والدور الأوروبي يحتاج للعديد لما نادي جنوال إيطالي بشكرك شكراً جزيلاً على التواصل وبعتذر لدي الوقت ده كان يمكن رؤية من قريب كده على واحدة من التجارب دمج الاستثمار في علم الرياضة خلينا نروح لفصل ونرجع نتكلم على مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الحرس الوطني باطل النيجر والمواجهة المنتظرة يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في الستوديو مع ضيفنا في السادسة